اهلا بكم فضيلة الشيخ الشعراوي رحمة الله عليه يقول وقت ما تشتد الظروف يأتي الفرج من عند الله فبني اسرائيل في صحراء متلامية الأطراف حيث الشمس الحارقة لا ماء ولا نبات فكان فضل الله عز وجل على بني اسرائيل وضللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون قال الله تعالى مخاطبا بني اسرائيل واذكروا نعمتنا عليكم يا بني اسرائيل وأنتم في الصحراء والبرية فاجعلنا السحابة الأبيض لكم ظلالا تقيكم من حر الشمس وحرارتها وأنزلنا عليكم المن والسلوى والمن أبيض من الثلج وأشهى من العسل يصنع منه الخبز وأما السلوى فهو طائر يشبه طائر السمان كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا المنعم وأطيعوه ولكنكم كفرتم النعمة وما ظلمتم إلا أنفسكم بالمعصية أما الله عز وجل فلا تنفعه طاع ولا تضره معصية المن والسلوى من نعم الله عز وجل على بني اسرائيل وذكرت في القرآن ثلاث مرات في سورة البكرة وصورة الأعراف وصورة طاع وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكمأة من المن وماءها شفاء للعين والكمأة هي الفقع وتستخرج من الأرض بعد الأمطار والرع ولا دخل للإنسان فيها وهي غنية جدا بالفيتامينات والمعادل ومعنى المن في اللغة العربية هو كل عطية أو هبة من الله عز وجل دون تدخل للإنسان أي دون كد أو عناء وده كل اللي ذكر في القرآن الكريم والسنة النغوية المطهرة عن المن والسلوى أما المفسرون فقد أتوا بالتفاسير من العهد القديم من سفر الخروج الأصحاح رقم 16 وأنا حترك لحضراتكم نسخة من النصر اللي حب يطلع عليها وفيها بيحكي عن بني اسرائيل أن بعد خروجهم من مصر تذمروا من تبدل الحال حيث كانوا في مصر في رغد من العيش يأكلون اللحم والخبز فتبدل الحال لما خرجوا من مصر وقال بني اسرائيل لموسى عليه السلام ليتنا متنا بيد الرب في مصر إذ كنا جالسين عند قدور اللحم ونأكل خبزا للشبع فقال لهم موسى عليه السلام في الصباح ترون مجد الرب وظهر مجد الرب في السحاب وقال لهم موسى في المساء تأكلون لحما وفي الصباح تأكلون خبزا حتى الشبع والسلوى هو طائر يشبه السمان طائر جميل المنظر مستأنس لحمه طيب أكبر من العصفور وأصغر من الحمام وفض البني اسرائيل يتنعمون في هذه النعم لمدة أربعين سنة في الآية الكريمة انتقال من اسلوب المخاطب إلى اسلوب الغائب وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم فلما أعرضوا أعرض الله عنهم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وجمعت الآية الكريمة بين الزمن الماضي ظلمونا والزمن المضارع يظلمون وده معناه أن بني اسرائيل ظلمهم ممتد من أيام موسى عليه السلام وإلى يومنا هذا وكمان لاحظ معي كانوا أنفسهم يظلمون تقديم المفعول به أنفسهم على الفعل يظلمون يفيد الحصر فلا يقع الظلم إلا على بني اسرائيل أما الله عز وجل فلا يظلم أبدا قال شيخ شعراوي رحمة الله عليه ظن بني اسرائيل أن النعمة دائمة وباقية ولكن الحقيقة والواقع أن كل نعمة إلى زوال إما أن تتركها بالموت أو أن تتركك وحلنا جميعا للأسف أشبه بحال بني اسرائيل اللهم اجعلنا ممن أنعمت عليهم وممن شكروا النعم جزاكم الله خيرا